تعرضت مقبرة الشهداء الواقعة قرب ضريح الولي صالح سيد السني بمنطقة سيد البشير التابعة لبلدية بير الجير لعملية تخريب من قبل مجهول شو بول عظم تعزله هذا الإنسان اللي جاز تولي عليه هذه المنهمة وخصرها ودرس ناثر وفغي ديرها حاضرة راح خصرها حتى المقبرة اللي كانت في الشهداء اللي شو بنتوا عنا لقطه منها من الغابة وجابوا دفنهم هنا عند سيد البشير هناك عن سيد سنينة هذا البناء المذاوين مخلاه ولو ستولى علينا حتى نجابوا الكمين والتبعاء حتى هم هنا الداخل وجيناها مخرب لنا في الوقت على الشوابين وهذا المقبرة حتى وحد ما راح يرسع لها نطلبوا من هذا الولي يدي لها حراسة هذا المقبرة يدي لها حراسة والله إلا عظم لهم بلك ربما ما رهم يكتلون الناس ويجبوا يدفنهم والله ما يعرفون الناس سكان المنطقة نددوا بالحالة التي وصلت إليها المقبرة من تحطيم وتخريب وطالبوا من السلطات تدخل العاجل لحمايتها وتوقيف الفاعل وهذا الإنسان يريد أن يدرها حضيرها روم بلاهم روم بلاهم تعرف روم بلاهم ودرس سنتير هذا سنتير ومكاس اللي يجاو وقالها علش درس سنتير والله العظم لهم من ناحية الشعواضة ومن ناحية الشعواضة ومن ناحية اللي يجيبوا للأطفال كما نقولهم بغير يجيبوا مساكين يقصوا ومانايا كأنوا خطرة والله العظيمة لأنوا يقلوا في ومانايا رام حارق اللي قطعي لقلبي ونحار اللي إن شاء الله يربحوا يرتبح المجدم المجادية اللي تشتت عندي ما نسمع لاش ما نسمع لاش ما نسمع لاش استنكار يقابله غياب السلطات المحلية والتذمر من الأسرة الثورية كونها جريمة طالت رموز الثورة التحريرية ما يستدعي فتح تحقيق عاجل ووضع حد للمجرمين الذين أهانوا حرمة الموتى بونين هذا هذه الناس اللي هم تبونين له نحن تزد نلقينا اشتركوا في القناة